صباح الخير إبراهيم صباح الخير لنا صباح الخير لكم متابعي يوم جديد ومشاهدي شاشة التلفزيون الأردني أنا موجود في وسط مدينة السلط وتحديدا في مشروع عقبة بالنافع هذا المشروع اللي أخذت على عاتقها بلدية السلط ومؤسسات المجتمع المحلي لتكون خدمة للسائح وخدمة للسياحة لمدينة السلط كونها على قائمة التراث العالمي اليونسكو لتكون انطلاقة للسياحة لمدينة السلط القديمة والسياحة الجديدة في مدينة السلط وضواحيها مثل شارع الستين وبعض المناطق السياحية الأخرى مدينة السلط تهتم بموضوع السياحة جدا وأصبحت الثقافة السياحية في مدينة السلط سياحة كبيرة بلدية السلط تعمل بكل ما لديها من قوة في النشاطات في النشاطات الاجتماعية والنشاطات الثقافية حيث تشهد مدينة السلط هذه الأيام حركة سياحية كبيرة جدا على مستوى المملكة والمستوى العالمي من خلال الجروبات السياحية لمدرية سياحة البلقاء ثم الانطلاق إلى المسار السياحي ومسار الوئام داخل مدينة السلط الحركة الثقافية كذلك الأمر من خلال الدائرة الثقافية في بلدية السلط من خلال مؤسسة الإعمار ومن خلال مديرية السياحة ومديرية الثقافة نحن نشهد حركة سياحية ثقافية وسط مدينة السلط اليوم سنحكي مع رئيس بلدية السلط المهندس محمد الاحياري لنتحدث أكثر عن النشاطات ونشاطات بلدية السلط داخل الوسط التجاري أو داخل مدينة السلط القديم لتكون هذه البلدية والمؤسسات المجتمع المدني في دعم السياحة بشكل عام سيكون معنا رئيس بلدية السلط الكبرى للحديث عن مشروع عقبة بالنافع وكذلك الحديث عن التسهيلات للسياحة داخل مدينة السلط وما هي المشاريع المستقبلية لبلدية السلط لحل الاختناقات المرورية كذلك الأمر لكم زملائنا بالستوديو